في محكمة العدل الدولية في لهاي صابقة تاريخية لأول مرة تواجه إسرائيل بجرائمها فحربها على قطاع غزة في ثلاثة أشهر قتلت فيها قرابة ثلاثين ألف إنسان وشردت سكان القطاع بحجة الدفاع عن النفس فيما جنودها وسياسيها صرحوا بالحقيقة إنها حرب انتقامية تهدف وترتقي لمستوى الإبادة الجماعية وسعي واضح إلى تحقيق نكبة ثانية من خلال تهجير سكان القطاع كل ذلك على مرء ومسمع من العالم في اليوم الأول للمرافعة التي تمتد على مدار يومين لكل فريق يترافع ثلاث ساعات قدمت جنوب إفريقيا رافعة الدعوة بطاقم محامها دلائلها التي تدين إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية وفندت هذه التهمة على لسان السياسيين الإسرائيليين ونواياهم المسبقة لتنفيذ هذه الإبادة مؤكدا طاقم الدفاع أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء المحكمة ستتخذ قرارات ملزمة فإذا كان قرارها بأن تتوقف مثلا يتوقف إطلاق النار أو أن يتوقف التهجير القصري ستكون هذه القرارات ملزمة وبطبيعة الحال ستستمر المحكمة إلى سنوات بعد ذلك ولكن ما نتوقعه قبل السادس من إشباط القادم هو أمر احترازي من خلاله تأمر المحكمة بالطلبات المستعجلة التي طلبتها جنوب إفريقيا لحماية الشعب الفلسطيني داخل إسرائيل مخاوفة حقيقية من نتائج هذه المحاكمة التي يراقبها العالم أجمع فرغم أن المطلب الرئيس لفريق جنوب إفريقيا هو وقف الحرب بشكل فوري إلا أن الملاحقات بحق السياسيين والعسكريين هي أكثر ما يقلق قادتها ولكن إسرائيل هي إسرائيل لا تحترم القانون الدولي فنفذت قبل هذه المرافعة وأثناءها عشر مجازر جديدة رح ضحيتها عشرات المدنيين العزل من قطاع غزة وهي بذلك تعتمد على الفيتو الأمريكي